الخطوة الثانية هي الحضن ايوة حضراتكم سمعتوا كويس الحضن حضن كبير كده يحتوي الطفل ويطمنه فاكرين لما قلتلكم في الحلقة اللي فاتت ان احد الوسائل بتكون الهزار الحضن ده الحضن يكون فيه طبطبة وصوت هادي انسي بقى انت حضرك مثلا كأم انت شايلة ابنك انسي اللي حواليك احضني كده وعودي طبطبي عليه وكلمي بالراحة وعليش ما تزعلش يكنك بتهمسي كده له صدقوني هي دي الطريقة العلمية والطريقة الفعالة اللي تنجح في النوع ده من المواقف واول لما الطفل بيهدى نتعامل معاك ان الموقف الموقف اللي كان فيه ده انتهى من فترة طويلة احنا انسيناه خلاص ولا كأنه حصل الاطفال في العمر ما بين سنة واربع سنوات بعد انتهاء نوبة المزاج العصبي بيكونوا لذا فضله صحيين يعني بيكونوا على حالة مؤقتة من الهشاشة والضعف الشعوري وهم اول ناس بيكونوا عارفين ان هما تصرفوا غلط وتصرفوا بمبلغة هما عارفين لكن لما بيلاقوا مننا احنا بقى كام وكاب التسامح والاحتواء والحنية بتزيد عندهم القدرة على الاستيعاب والتعلم ومن هنا بيحصل التحسن اللي اتكلمت فيه مع حضراتكم في الحلقة اللي فاتت وقلنا ان التعامل الصحيح هو ده التعامل الصحيح بالمناسبة يعني التعامل الصحيح مع السلوك ده بين عمر سنة وثلاث سنين او بين عمر سنتين وثلاث سنوات بيقلل جدا فرص حدوث نوبات المزاج العصبية او نوبات الغضب بعد كده في عمر اربع الى خمس سنوات دي كانت النقطة الاولى في حلقتنا النهاردة اول سؤال ماذا لو حصل هذا الموقف خارج البيت قلنا هنتصرف ازاي طيب النقطة التانية او السؤال التاني هو هل فيه طرق اضافية للوقاية من نوبات المزاج العصبية غير اللي احنا قلناها الحلقة السابقة اجابة هذا السؤال وغيره احنا يعني هنقول ده بالتفصيل او احنا قلنا فاكرين لما قلنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن مواقف كتيرة نعرف نتصرف فيها هنعمل ايه هنا نعمل ايه هنا الطريق التنبؤ وهكذا وهكذا تمام طيب مع كل اللي احنا قلناه عشان كده انا بقولكم ارجعوا للحلقة دي على وسائل التواصل شوفوا الحلقة على فيسبوك على يوتيوب سواء كانت كاملة سواء كانت مقسمة الى اجزاء بس لازم تشوفوها علشان تفهموا اللي احنا بنقوله دلوقتي لاني بقولكم هو هل فيه طرق اضافية للتعامل مع الطفل في نوبات المزاج العصبية او نوبات الغضب غير اللي احنا قلناها الاجابة ايه